بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين فيما يخص حديقات الحيوانات عين سباح الحمد لله دبا الخطوات الأخيرة ما قبل فتح هذا الفضاء الترفيهي في وجه المرتفقين أو في وجه البضوين البضويات اللي اشتاقوا هذه المعلامة اللي عندها تاريخ ديلا كتر من 80 سنة اللي تمنينا كمجلس على أننا ان شاء الله ما يكونش غير فضاء في عملة مقاطعة عين سباح المحمد لما لا يكون في جميع المقاطعات 16 ولعل أقل العملة الثمانية المكوينة المدينة الضربطة كما تتعرف هذا المشروع رفو حتى التعطير كبير لعدة أسباب اليوم المجلس الحالي بهذه القيادة الجديدة للسيدة الرئيسة مع سيد الوالي جزاء الله خيرا كلهم تجندوا من أجل هذه المشاريع المتعترة كاملة بما فيها الحديوانات عين سباح أنها تخرج لحيز الوجود الحمد لله دابا سلاة الأشغال بنسبة 100% وبالتالي أصبحت دابا الحاضعة جاهزة لاستقبل الحيوانات اليوم عدنا 45 أصف من الحيوانات غيجوا من ثلاث قارات كبرى أمريكا اللاتينية إفريقيا كذلك من آسيا الجمعيات الدولية المنوطة بهذه النوع من الحيوانات والتي ستتكلف بمنح يعني مجاناً هذه الحيوانات لجامعة الضربدة يكتفي أن جامعة الضربدة تتكلف فقط بالنقل دياله في حين أن هذه الجمعيات هذه الجمعيات عندهم واحد المعايير دولية هذه المعايير دولية من بينها أن تكون عندك واحد لاغريمو لأن هذه الناس اللي بغين يحلوا الحاضعة يكونوا في مستوى يعني هذا الفضاء للأسف هذا المعيار مكنش عن جامعة الضربدة يعني ليس مخوّل لنا ما عندنا شدك لاغريمو وبالتالي امتد شركة كازا إيفنس الضربدة للتنشيط والتظاهرات نتدبت نتدبتها الجماعة من أجل إيجاد شركة لغدير المواكبة اللي عندها هاد لاغريمو اللي يمكن لها أنها يعني أنها تكلفل بتسير وتدبير اليومي لهاد الحديقة الحمد لله نهارة 19 مارس الجاري تم فتح الأذريفة وقع الاختيار على شركة دريم فيلاج اللي عندها ديجا واحد حديقة في مشارف مدينة الضربدة أو على مستوى إقليم المحمدية واللي هي ديجا كانت الجامعة الضربدة سابقا أو الولاية السابقة كانوا يعطوه هيبة الحيوانات اللي كانت قبل هاد الحديقة ديالك دريم فيلاج لأنه نظرا لأنه يعني فكروا بمنطق الحكامة أن هناك تكاليف دواء ديال الإيواء ديال هذه الحيوانات أو المصاريف ديال تغذية ديالهم ودعف فقالوا أنه نوع تكلفنا وحد ثلاثة المليون ديال الدلم والربعة المدين في الدلم في العام إذا أحسن أننا نعطوها لهذا على أساس أننا نحلو الفضاء ديالنا من جديد أننا نعود ونجلبو ذلك الحيوانات لأنهم غير يتعطوه غير في واحد المدعص إلا أن بعد مجل الاقتراح ديال الجمعيات الدولية على أنها تعطي حيوانات وبأصناف يعني أصناف يعني أصناف يعني عالية الجودة وأصناف رائعة وحيوانات اللي في المستوى الرائع باش تعطي لها ديال الجماعة ديال الدربدة قلنا خصنا الدار المواكبة ودرت وحد شريكة في إطار هذا النقاش كانت المديرية ديال المياه والغابات قلت بأن هاد تسعيره الحالية في هذا النقاش أن ربما تشير سمعت أنا أيام عند الإخوان أنها تسعيره أنها اللي دارت أنها لن تغطي أو لن تلبية الحاجيات ديال هذا الفضاء وبالتالي طلبت من الجماعة أنها يمكن تدير واحد الرفع من التسعيره نحن كساكنة ديال العين السباع وكنائب رئيس المعاطعة ديال العين السباع نرفض رفداً تاماً أي زيادة رغم أن الجماعة ديال الدربدة تعرف وحد العجزة كبير جزء في الميزانية ديال الدربدة وأن جماعة الدربدة أخذت على عاطعة أنها تدير واحد تحويل ديال عشرة المليون ديال الدرام سنوياً لكذا إيفنت من أجل التدبير والتسعير ديال هذه الحاضيعة على أساس أنها تكون عنده واحد اكتفاء ذاتي لأن الجماعة ديال الدربدة لا تعتبر أن هذا مشروع تجاري مدير للدخل أنه يعني يكون داخل في الميزانية ديال الدربدة بالعكس يا جماعة الدربدة في إطار ما هو اجتماعي وفي ما هو ترفيه على الساكنة ديال الدربدة ولأن حتتوه إن شاء الله على برنامج العمل ديال الجماعة الدربدة اللي هو برنامج طموح ولي في مبني على مجموعة من المشاكل هذه البيئية ولأنها تحل وحد مجموعة من المنتزهات في المستوى العالمي في المستوى الدولي وغيكونوا منتزهات اللي غيكونوا إن شاء الله يعني يكونوا أكبر على المستوى الإفراقي على مستوى مدينة الدربدة وهذا برنامج عمل ديال الجماعة الدربدة اللي خصت في الغلاف دياله هذا خصت لأنه حصت الأسد لهذا النوع من المنتزهات إذن اليومات نتكلموا على أننا نستعد في المراحل الجريبية بعدما نتوصلوا بهذه الحيوانات اللي غن تنتوصل بهم يعني في الحريب العاجل بعدما يجات الشركة اللي عندها ذاك الأغريمو أننا غن توصلوا اضطرادا بهذه المشموعة من الحيوانات اللي غن أتسو بها هذاك الفضاء وبالتالي غن تكون واحدة المرحلة غير الجريبية لأنه هنا تنقوا على سلامة ديال المواطنين المواطنات لأن الحيوانات اللي غن تدخل المواطنين مباشرة سيسكلوا خطراً كي نواحدة المرحلة تكون مرحلة جريبية لكي الأمور تكون جميع التدابير تكون ترعى السلامة والأمن ديال البيضاويين والبيضاويات وذلك تستطيع التفتح في وجه الساكنة البيضاوية اليوم كما تقول لك أنا بالنسبة للحضيعة على المستوى التأهيلي فهي مؤهلة اليوم أنها تفتح ديالها في وجه المواطنين ولكن تتقدم مرحلة جريبية تتخلى لها مرحلتين المرحلة هو أولاً جلب واستقطاب هذه الحيوانات اللي غتتت للفضاء ثم ثانياً تتقل المرحلة الجريبية اللي غتتكون واحدة المرحلة من أجل الأمن وسلامة المواطنين المواطنات ممكنش اليوم تدخل الحيوانات اللي فيهم بعض الأصناف اللي غتتكون مفتري سوى هذا وممكنش اليوم مربما تكون يعني تشكل خطراً على المواطنين ممكنش اليوم غنبين الليلة اللي تنوضوحها غتتفتح إذا اللي غستم يعرف المواطنين أن الحمد لله أن بعد تعطور كبير لهذه هذا الفضاء اللي كان مرتقب أنه يتحل في 2019 بناء على الاتفاقية التي توقعت في الأول وأن السيد عامل عملت مقاطعات عين سبحي محمديش يعني شخصياً تدر زيارات دورية هو سيد الولي هذا من أجل وقوف لإخراج هذا المشروع الكبير جداً لداخل في المشروع تنمية مدينة الدربدة اللي توقع أمام صاحب الجلالة في البلان ديفلومون غون كازابلونكا ولي خصص الله مبلغ مالي مئة وستين مليون ديالدرهم اللي تعطات مئتين وخمسين مليون ديالدرهم كغلاف إجمالي مئة وستين مليون ديالدرهم لحصة ديالجامعة ديالدربيدة ثم ملجيها ثم اسمته وزارة الداخلية لذلك كان مجموع عمل المتدخلين لابد من الصبر بالحمد لله أن نبقى الخطوات الأخيرة قبل الافتتاح هذه المعلامات التاريخية لعملات مقاطعة عين سباحي محمدي